موسيقى لو اتكلمنا عن مشكلة تساقط رموش العين طبعا الرموش جزء مهم من مكونات الوجه وليها اهمية كبيرة في انها بتحمي العين من الاوساخ لكن ممكن بعض الناس يعانوا من فقدان الرموش او تساقط الرموش بشكل ملحوظ هو الطبيعي ان بتتساقط الرموش من واحدة الى خمسة رموش يوميا ولكن يعني من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بين ان هي بتنمو وتتساقط وبتتجدد في دورة طبيعية من كل حوالي 6 الى 20 اسبوع كشعر الرأس تماما لكن زي ما ذكرنا ممكن يكون في بعض الاوقات تساقط الرموش سريع وده يعني مرض اللي هو مرض تساقط الرموش سريع وممكن يكون ده دليل على ان الانسان بيعانى من مشكلة صحية في العين او من جزء اخر في الجسم لو تكلمنا عن اسباب تساقط الرموش يعني لو تكلمنا عن تساقط الرموش اسباب عديدة في حال كان شعر الرأس لا يتساقط انما لو شعر الرموش تساقط مع شعر الرأس فده ممكن يكون حالة اخرى من اشهر الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تساقط رموش العين اولا الاستعمال الخاطئ لمستحضرات التجميل وادوات التجميل وده خاص طبعا بالنساء النساء اللي متعاودين انهم ما يتركوا المكياج لفترة طويلة او بيستخدموا الرموش الصناعية او وصلات الرموش بشكل متكرر وبشكل متزايد طبعا هذه المواد الكيموية وهذه التدخلات العباسية من الانسان بتدور وبتأثر سلبا على الرموش الطبيعية وبتكون النتيجة هي تساقط الرموش السبب الثاني بالنسبة لمرضة السرطان ممكن يكون السبب هو الهلاج الكيموي والهلاج الكيموي طبعا من بروتوكولات المتبعة فيها الهلاج الاورام السرطانية طريقة عمل طبعا علاج السرطان بتأثر بشكل كبير او عام على جميع الخلايا الموجودة في جسم الانسان منها خلايا بصيلات الشعر وده ممكن يؤدي الى تساقط الرموش ولكن طبعا بنبشر اصحاب هذه الابتلاءات ان بعد ايقاف العلاج الكيموي بعد يعني تمام الجرعة وتمام التحسن وبعد ما بيقرر اطباء ايقاف العلاج بتعود الرموش للنمو مرة اخرى من جديد السبب الثالث قد يكون هو التعرض للحروق وبالنسبة للحروق في حالتين من الحروق في حالة اصابة الجفن بحرق بيتم في حرق رموش دون تأثير لبصيلات الشعر وفي الحالة دي بتعود رموش للنمو مرة اخرى في خلال يعني بضعة اسابيع الحالة التانية اذا الحرق او الضرر وصل الى بصيلة الشعر وادى الى تضررها في الحالة دي ممكن لا تعود الرموش للنمو مرة اخرى من الاسباب ايضا الاصابة بالتهاب الجفن ممكن تشير الحكة او الحروق المصحوبة بحمرار او تورم الجفن الى حدوث التهاب في جفن العين وطبعا التهاب جفن العين لأسباب متعددة ممكن يكون التهاب فيروسي ممكن يكون التهاب بكتيري او ممكن يكون الحالة او السبب هو انسداد الغدد الدهنية الموجودة بالقرب من قاعدة الرموش نتيجة حدوث التهاب مزمن ومشكلات في بصيلات الرموش وبالتالي بيعتبر ده من اسباب تساخط الرموش من الاسباب ايضا القيام بنتف الشعر في بعض الاشخاص عندهم حالة نفسية بيقوموا هم يعني قاعدين دايما بنتف الشعر بصورة لا شعورية باستمرار وده بيؤدي الى ترك فراغات كبيرة في فروة الرأس في بعض الناس بيكون عندهم هذه المشكلة النفسية ولكن بدل من نتف شعر الرأس بيقوموا بنتف شعر الرموش وبالتالي بيتم سحب الرموش وتساقطها بشكل خارجي عن السيطرة وده بيعتبر من اسباب تساقط الرموش من الاسباب ايضا الاصابة بسرطان الجلد ممكن يكون تساقط الرموش الموضعي احد اعراض سرطان الجلد على الجفن وطبعا ممكن يعيق السرطان نمو الرموش وده يؤدي الى تساقط الرموش وعدم نموها مجددا ايضا الاسباب وجود مشكلات في الغدة الدركية في حال الاصابة بالطرابات هرمونية او بخلل هرموني بيتعلق هذا الخلل بالغدة الدركية سأكون فرط نشاط الغدة الدركية او حتى خمول الغدة الدركية فده ممكن يؤثر على نمو الشعر والرموش ويؤدي في النهاية الى تساقط الرموش على الجانب الاخر في حال تم علاج اختلال التوازن الهرموني فطبعا جدا هتعود الرموش الى النمو مرة اخرى شأنها شأن باقي الشعر في الجسم من الاسباب ايضا الاصابة بداء الثعلبة معروف داء الثعلبة هو مرض من الامراض المناعية الزاتية المرتبطة بالجلد بيقوم فيها الجهاز المناعي في جسم الانسان بيصيبه خلل او اضطراب معين وبالتالي بيقوم الجهاز المناعي بمهاجمة بصيلات الشعر وبيتضمن ذلك بصيلات الرموش وده بيؤدي الى تساقط الرموش طبعا لا يوجد علاج لداء استعلبة لانه مرض منعي وانما يعني معظم العلاجات المتاحة او اللي بيتم طرحها الهدف منها هي السيطرة على اعراض المرض بالنسبة لو تكلمنا عن علاج تساقط الرموش طبعا العلاج في حال تساقط الرمص بيعتمد علاق السبب وبالتالي اذا كان السبب هو العلاج الكيماوي بعد ايقاف العلاج الكيماوي زي ما ذكرنا هتعود الرموش للنمو بشكل طبيعي إذا كان السبب هو مشاكل صحية زي خلل في التوزن الهرموني أو مرض مناعي ذاتي فعلاج الحالة الصحية الرئيسية ده بيجعل الرموش تنمو مرة أخرى دون أي مشكلات في طبعا بعض الأدوية زي موجود على شكل خطرات ممكن يصفها الطبيب ولكن ده بيتم في حالات محددة ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب لأن الدواء بيختلف من حالة لحالة واستجابة الأشخاص بتتفاوت ما بين شخص إلى آخر لو اتكلمنا عن الوقاية من تساقط الرموش في بعض النصائح مهم جدا بنوجهها لبعض الناس بتفيد هذه النصائح في التقليل من هذه المشكلة والتقليل من تساقط الرموش بالنسبة لاستخدام المكياج وأدوات المكياج بشكل صحيح مهم جدا لأن الاستخدام الخاطئ لأدوات التجميل أو المكياج طبعا بيؤدي إلى التأسية على صحة الجسم وعلى صحة الجلد بيؤدي إلى صبت إنسان بأمراض جلدية ممكن تصل إلى أمراض خطيرة سرطانية أو تؤدي إلى فقدان الرموش أيضا الحمية الغذائية الصحية مهمة فإذا كان سبب تساقط الرموش هو التغذية نقص عناصر غذائية معينة فبالتالي إضافة هذه العناصر إلى الوجبات الغذائية مهمة جدا بتساعد في تعويض تساقط الرموش وبتساعد في علاج هذه المشكلة وبتأوي الشعر وبتحفز نمو الشعر مرة أخرى في بعض الفيتامينات الهمة لنمو الشعر في الجسم بصفة عامة مثل فيتامين سي أو اللي هو فيتامين جيم وفيتامين دال وفيتامين به والزنك والحديد كل هذه العناصر والفيتامينات بالساعد في نمو رموش بعد تساقطها إذا كان السبب هو حدوث نقص في هذه العناصر في الجسم ده كان أهم من معلومات حول مشكلة تساقط الرموش أسباب هذه المشكلة وكيفية علاجها والوقاية منها في النهاية بنتمنى السلامة للجميع نلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد